لا يزال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعولان على الحسم العسكري لانهاء الحرب التي حصدت ارواح المئات وشردت الالاف بين نازحين ولاجئين في دول الجوارة وخلفت واحدة من اسوأ الازمات الانسانية بالعالم وسائل اعلام سودانية افادت بمقتل واصابة العشرات جراء غارات مكثفة نفذتها الطائرات التابعة للجيش السوداني على مناطق سكنية واسواق في ولايتي شرق دارفور غربي البلاد وشمال كردفان في الوساطة وبحسب وسائل الاعلام السودانية وشهود عيان فان طيران الجيش قصف خلال الساعات القليلة الماضية الاحياء السكنية والاسواق والمراعي وموارد المياه في منطقة حمر الشيخ بولاية شمال كردفان ما تسبب بمقتل واصابة العشرات جلهم من النساء والاطفال وخروج المستشفى الوحيد بالمنطقة عن الخدمة قوات الدعم السريع من جانبها ذكرت في بيان على منصة اكس ان احدى عشر مدنيا قتلوا واصيب العشرات بقصف للطيران الحربي التابع للجيش على معسكر النيم للنازحين ومستشفى ومحطتين مياه بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور داعية المنظمات الحقوقية الدولية لادانة ما اسمتها بانتهاكات الجيش ضد المدنيين بدوره قال الجيش السوداني في بيانا ان طائراته الحربية قصفت اهدافا عسكرية في مدينة الضعين ودمرت مستودع اسلحة تابعا لقوات الدعم السريع مشيرا الى ان الغارات اسفرت عن مقتل عدد كبير من القادة الميدانيين للدعم السريع يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات قنيفة بين الجيش والدعم السريع في عدة احياء بمدينة امدرمان قرب العاصمة الخرطوم وسط تنفيذ الدعم السريع قصفا مدفعيا على مواقع الجيش بمنطقة القيادة العامة وسلاح الاشارة بالخرطوم بحري